وفيما يقول مراقبون أن المراهنة على حسابات الأمر الواقع بالمناطق المحرر لم تحقق نتائجها وأن الناس اختاروا الأقرب إلى مصالحهم ما يفرض وجهاً آخر للتحالفات أكد النائب محمد الصيهود فوز البيت السياسي الشيعي بنصف عدد الأصوات زائد واحد في بغداد ونزولاً للمحافظات الجنوبية وهو ما يؤهله لتشكيل المجالس والحكومات المحلية الجديدة بعد تحقيقه الأغلبية المطلقة وأضاف أن الحراكة الموجود مع القوى الأخرى لتشكل الحكومات المحلية قد يكون مجرد جس نبض لأن الطريقة ما زال في بدايته ورجح أن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظة ضمن عضاء مجلس المحافظة أو قد يكون من خارجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر